ارتفعت المؤشرات الأمريكية الثلاثة بقوة في تداولات الأربعاء بعد خطاب الفيدرالي الأمريكي الذي ثبت فيه الفائدة ونعم كان تثبيت الفائدة متوقعا بدرجة كبيرة من الأسواق لكن ارتفاع الأسهم الأمريكية يعود إلى طبيعة خطاب الفيدرالي الأمريكي وبالعودة إلى خطاب الفيدرالي الأمريكي نستطيع أن نلخص هذا الخطاب بثلاثة نقاط رئيسية أولا وهي النقطة الأهم مستقبل معدلات الفائدة من المستويات الحالية حيث أشار الفيدرالي بشكل واضح إلى أنه لا رفع لمعدلات الفائدة من المستويات الحالية إلا إذا اضطر الفيدرالي لذلك بمعنى أن الفيدرالي يراقب التطورات الاقتصادية يراقب أرقام التضخم وأرقام الوظائف وإذا وجد هناك حاجة لرفع الفائدة أكثر من المستويات الحالية سيرفعها أما أنه مضطر لرفع الفائدة فهو حاليا غير مضطر لرفع الفائدة وللتأكيد على ذلك فقد أكدت جيرومي باول بأن الفيدرالي لا يزال لم يتخذ القرار بشأن رفع الفائدة لمرة أخرى في اجتماعه القادم في شهر 12 ديسمبر القادم وبالتالي حتى في اجتماع الفيدرالي القادم لا تزال الخيارات كلياتها مفتوحة أمام الفيدرالي ممكن أن يرفع الفائدة ومن ممكن أن يثبت الفائدة وكامل الملفت أيضا أنه تطرق إلى موضوع خفض الفائدة في المستقبل القريب حيث أكدت جيرومي باول أنه لا نقاش حاليا حول خفض معدلات الفائدة وأن الموضوع ليس أصلا في تفكير الفيدرالي حاليا وأن أي خفض للفائدة لن يكون إلا في مراحل لاحقة في سنة 2024 إذا وجد الفيدرالي بأن التضخم بدأ يقترب بدرجة منحوظة من معدلات الـ 2% التي يبحث عنها وبالتالي كانت تصريحات الفيدرالي متزنة وقللت من الخطر الذي كانت تشعر به الأسواق والخطر الأكبر الذي كانت تشعر به الأسواق هو الخوف من أن يرفع الفيدرالي الفائدة لدرجة أكبر من الحاجة أو درجة لا تتحملها الأسواق مما يؤدي إلى ركود أو أن يرفع الفيدرالي الفائدة بدرجة محدودة بحيث يستمر التضخم في الارتفاع ويتحول إلى أزمة عالمية كبرى مما سيؤدي لاحقا إلى ركود اقتصادي أكبر كما حدث في السبعينات مع تراجع تخوف الأسواق من أي من هذين السيناريوهين والذان لا يزالان واردان عن فكرة لحد الآن هذا أدى إلى ارتفاع الأسواق بدرجة قوية لأن المخاطرة نفسها تراجعت بشكل ملحوظ النقطة الثانية المهمة جدا وهي معدلات التضخم نفسها رئيس البنك المركزي الأمريكي أكد بأن التضخم يسير في الاتجاه الصحيح وبأن التضخم تراجع بدرجة ملحوظة خلال الأشهر السابقة وبالمقارنة بمعدلات الـ 2022 ولكن أكد أن الطريق إلى مستويات الـ 2% لا تزال طريقا طويلة من المعدلات الحالية عند 3.7% وأن الأرقام الأخيرة عندما يتراجع التضخم من 3.7% إلى 2% ستحتاج لفترة زمنية طويلة بالنسبة للفيدرالي نظرا لأن بعض قطاعات الاقتصاد وتحديدا القطاع العقاري وأيضا قطاع الخدمات لا يزال التضخم فيهم يرتفع على أساس شهري وعلى أساس سنوي لحد الآن وبالتالي أكد الفيدرالي أن معركة التضخم لا تزال لم تنتهي لحد الآن وأن التراجعات الأخيرة غير كافية حتى يحكم الفيدرالي بأنه انتهى من رفع الفائدة وبأنه انتهى من إجراءاته في محاربة التضخم لكن يبقى طبعا الأرقام الاقتصادية هي من سيحرك الفيدرالي في الاتجاهات القادمة ولذلك ذكر الفيدرالي بأنه يدرس أي خطوات إضافية قد يتخذها لأجل مواجهة مشكلة التضخم والتغلب عليها دون إدخال الاقتصاد الأمريكي في أي ركود اقتصادي وهي النقطة الثالثة والأخيرة التي ركز عليها الفيدرالي حيث أثنى على نمو الاقتصاد الأمريكي الذي نمى بنسبة تتجاوز 4.9% في الربع الثالث من السنة الحالية متجاوزا بذلك بعض الدول التي تاريخيا كان نمو فيها أسرع من الولايات المتحدة الأمريكية من أمثال الصين وبالتالي مع معدلات النمو الاقتصادي الحالية الفيدرالي يشعر بالثقة أنه لا ركود اقتصادي في أمريكا حاليا ولكن الفيدرالي أكد على أن معدلات النمو الحالية في الاقتصاد الأمريكي هي معدلات مرتفعة ولا تساعد الفيدرالي في معالجة مشكلة التضخم وأنه حتى تحل هذه المشكلة بشكل نهائي يجب على النمو الاقتصادي أن يتراجع بشكل منحوظ يجب على معدلات البطالة أن ترتفع أكثر وسوق العمل أن يصبح أكثر اتزانا عندما يحصل ذلك ستحل مشكلة التضخم بشكل جذري ووضح الفيدرالي بأن التأثير الكامل لرفع معدلات الفائدة بدأ يظهر في بعض القطاعات الاقتصادية ولكنه لا يزال لم يظهر تأثيره الكامل في الاقتصاد الأمريكي وهو ما سيبدأ في الظهور خلال الأشهر القادمة بشكل تدريجي وأخيرا بالانتقال إلى موضوع السندات ووضح الفيدرالي بأنه يراقب ارتفاع الرائد على السندات بشكل دقيق والبأن تأثيراتها الحالية على الاقتصاد تساعد الفيدرالي في أداء مهمته حيث أن ارتفاع العائد على السندات يؤدي إلى التراجع والتضخم القادم من القطاع العقاري تحديدا وبعض طبعا القطاعات الخدماتية وبالتالي ينظر الفيدرالي إلى ارتفاع العائد في السندات أنه عامل إيجابي ومتوقع حاليا إنما لا يريد الفيدرالي للعائد على السندات أن يرتفع إلى مستويات عالية جدا وفي ذلك الوقت سيضطر الفيدرالي للتدخل للمحافظة على استقرار أسواق السندات هذه كانت خلاصة تصريحات الفيدرالي وبالتالي كانت التصريحات إيجابية جدا للأسواق الإيجابية في تصريحات الفيدرالي توقعناها في فيديو الأحد عندما توقعنا أن يكون الأسبوع الحالي إيجابيا للأسهم الأمريكية وأن تكون التصريحات الفيدرالي يوم الأربعاء تحديدا إيجابية للأسواق نظرا للمخاطر الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي وبالتالي أعتقد شخصيا أن تصريحات الفيدرالي الحالية تدفع الأسهم الأمريكية للمزيد من الارتفاعات اليوم الخميس ولكن يبقى أمامنا تقرير الوظائف يوم الجمعة قبل افتتاح الأسواق هو ما سيحدد أين تتجه الأسهم يوم الجمعة ويوم الاثنين القادم سنتحدث أكثر إن شاء الله في فيديو الأحد القادم حبيت أعمل هذا الفيديو سريعا حتى أوافيكم بآخر تطورات اجتماع الفيدرالي شكرا على خير طرقهم العافية